وضع صحي على شفى الانهيار هذا ما تؤكده إحصائيات المنظمات الأممية العاملة في البلاد فالحرب الدائرة في اليمن أدت بشكل كبير إلى تدهور الخدمات الصحية في وقت لا زالت آلة الحرب تفتك بأرواح العديد من القتلى والجرحى بشكل يومي فبعد نحو عامين من الحرب قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على لسان ممثلها في الشرق الأوسط روبير مرتيني إنها ستعمل على مضاعفة ميزانية أنشطتها للعام الجاري في اليمن لتصل إلى تسعين مليون دولار مقارنة بتسعة وأربعين مليونا العام الماضي في سبيل بذل المزيد من الجهود لتغفيف المعاناة عن سبعين في المئة من السكان بحاجة إلى المساعدات منظمة الصحة العالمية بدورها أكدت أنها بحاجة إلى مائتين وستة عشر مليون دولار لتمويل برامجها لعملية في البلاد مؤكدة سعيها لضمان حصول أكثر من تسعة عشر مليون مواطن للخدمات الصحية حجم الكارثة التي وصل إليها الوضع الصحي بالبلاد دفع منظمة أطباء بلا حدود إلى مطالبة جميع الأطراف السماحة بدخول الإمدادات الأساسية بما في ذلك الأدوية والمواد الغذائية الأساسية البيان تضمن دعوة جميع الأطراف إلى عدم إعاقة دخول المساعدات الإنسانية عبر المنافذ ومصادرة الإمدادات مؤكدين على أهمية تسهيل وصول المنظمة الإغاثية للناس الأكثر حاجة